موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشهادة الجامعية كلمة براقة حلم كل فتاة وكل شاب يا ترى هل لأنها تعبر عن الوعي عن الفهم عن زيادة الإدراق أم لأنها تتيح لمن يحصل عليها فرصة عمل تتيح له مجال أعمال أكثر أم لأنها تضيف نقطة في السي في الشخصي لهذا الإنسان أم هي يا ترى بريستيج اجتماعي يحصل عليها الإنسان ويحصل على حضور بين مجتمعهم أسئلة كثيرة طبعا هل شهادة الجامعية بالنسبة لأي إنسان تعطيه ثقة إضافية بالنفس وتفتح له مغاليق الأبواب وتزين أسماءنا بإضافة حرف دي أو مي أو اي وغيرها من الألقاب الجميلة التي تمتعنا جميعا في عالمنا العربي واقع الشهادات السوري قبل الثورة قبل الثورة الشهادة الجامعية كانت جدا مهبي للإنسان السوري وكان مجرد ما يحصل على شهادة كان يحصل على فرصة عمل وخاصة كلما ارتقت الشهادة كانت فرصة العمل كانت أكبر مثلا شهادة الطب كانت تعطي لصاحبها حضور اجتماعي مهنة رائعة مهنة إنسانية يحصل على عمل مجرد أن يحصل على مهنة الطب على شهادة الطب وبالإضافة هي مهنة حرة يعني غير مرتبطة بدولة أو بحكومة فكانت تعطي للإنسان راحة نفسية كثيرة وأيضا مثلها الصيدلة والهندسة وباقي الشهادات أما بعد السنوات الأخيرة ماذا حصلة كثرة الشهادات الجامعية وصار في المجتمع السوري ما يسمى ببطالة الشهادات فأصبح الشاب والفتاة مضطرين أن يبحثوا عن مجالات أخرى غير شهادتهم الجامعية مثلا بالأعمال التجارية أو بالأعمال المهنية حتى درج المثل اللي بيقول عن الشهادة بلة وشراب ميتة طبعا بعد السورة شو اللي يعني حصل بعد السورة الشهادة الجامعية الناس كثير طبعا نزحت خارج بلادها هاجروا ببلاد المهجر كثير بالبلاد الأخرى لم يعترف ولم يسمح لنا بتعديل هذه الشهادات فصار أصحاب الشهادات يتأسفون على شهاداتهم اللي أمضوا عمرهم وهني يدرسوا فيها فصاروا هم لا يستطيعون أن يمارسوا مهنتهم العلمية لأن ليس لديهم رخصة يمارسها بالمقابل ليس لديهم أي مهنة يتقنوها حتى يعني يعملوا بها بالمقابل الشاب السوري الشاب السوري كثير من الشباب السوري خرجوا في الثورة فلم يكملوا دراستهم وأتأجوا على البلاد الأخرى بدون يشتغلوا أكثر العمل كان الإنساني مع منظمات هذه المنظمات كانت تشترط للعمل معها هي الشهادة الجامعية فوجدوا أنفسهم وهم الذين قاموا بالثورة خارج نطاق هذه المنظمات الذين هم أولى بها وبالمقابل كثير ممن حمل الشهادة ويمكن لا يحمل أي فكر عن الثورة أخذ هذه الوظائف حتى أنه وصل إلى مناصب عليا فيها طبعا هون سؤال وجهنا للناس برأيهم هل الشهادة الجامعية هي ضرورية للحصول على العمل وهل هي بالمقابل شرط للنجاح بالحياة الاجتماعية سؤال وجهنا للناس اللي استطلعوا منشوفوا مع بعضنا الشهادة الجامعية والتعليم بشكل عام ضروري الحمد لله لأن هنا مديري التربية تحتم بها الموضوع في عنا مدارس في عنا تعليم حتى في عنا معهد عداد مدرسين أنا لنجد أن تسبت له عم يأقدوا حتى بعملية التعليم يكون المدرس حاصل على تحصيل علمي عنده شهادة جامعية أو أقل الشيء معهد عداد مدرسين فالشهادة ضرورية حتى في مجال وظيفة في مجال الحياة هل يستوي الذين يعلمونه والذين لا يعلمونه أكيد ما يبستوها يحكي رب العالمين فما بباركنا نحن هو على الأرض تقعد مع الجاهل أكيد ما ريالي يحكي ما يبدأ يحكي المتعلم أو المسقق وطلب العلم فريضة على كل مسلم فكذي النعم يأمرنا في هذا الموضوع لازم نحن نسعى فيه والله أكيد شهادة جامعية ضرورية لحصول على العمل لأنه بأي مدرسة أو أي منظمة أو أي شيء بدك تقدم له هون طلب النحن الذي يشتغل ليПه هل هي شرط أساسي للنجاح في الحياة؟ لا، ما شرط أساسي الشرط الأساسي يكون الإنسان فهمان الحياة ومشاكل الحياة تنحل مشاقنا إن شاء الله بدون شهادي جامعي الله إليك، الشهادي جامعي مضروري لحتى مضروري حتى واحد يعني يكون معه شهادي حتى يشتغل يعني بدي يشتغل فينو مثلاً يشتغل الحياة الشغلة بدون شهادي بدون شيء لديك الحمد للأمام أنا شهادي ولا شيء ومشتغل والحمد لله رب العالمي ما بحتاج حدا أي السلام عليكم الله أخو، الشهادة الجامعية هل هي شهادة ضرورية للعمال؟ الشهادة الجامعية شهادة كويسة يعني ضرورية للحياة لأن العلم يعني يعني العلم يتعلم فرق يعني غير يكون جاهي طيب هاي الشهادة هي شرط أساسي للاحد يعيش تكون شرط أساسي لهاي حياة نحنا عايشينها لا، الشهادة الجميلة لنشرت أساسي للحياة نحنا في هل انتو عمي يعني أعمال كتير بس ما شرط أساسي شو السبب؟ السبب، مثلا في عندك عمل بدو شهادي عمل مبدو شهاديين دام أخوي، السلام عليكم الشهادة الجامعية هي شرط أساسي للعمل هون عن المناطق؟ الشهادات الجامعية بالنسبة للمناطق المحررة مثل ما بتعرفوا نحنا بوضع حرب وأكتريت يعني الشهادات الجامعية قليلة صيرة بشكل جداً جداً يعني القليلين جداً لما عن شهادات جامعية اللي بفيدنا نحن ألأ هون بالوقت الحالي ببير ووضع الحرب هي الخبرة أهم شي ما عنا شرط أساسي لنحن؟ ما عنا شرط أساسي لأ لما الإنسان يكون عنده خبرة مثلاً مثل ما حكينا مثلاً زواهي عنده خبرة مثلاً يقيم محل ممرئ ضرب قبر أو قطب جروح أو تنمية جروح ما في داعي لهذا الشهادات مثلاً أهم شي خبرة نحنا بوقتنا الحالي المبدأ أن الحياة تعلمتنا كل شيء أيوة نحنا تعلمنا والإنسان لازم يتعلم كل شيء بهذا الوضع هذا بعد ما شفنا الاستطلاع أو أراء الناس طبعاً انتشرت بالقون الأخيرة من الكثرة الشهادات الجامعية أفكار مواقع الكترونية كثيرة كتب حتى طبعت كتب محوى هذه الكتب أن الشهادات الجامعية ليست ضرورية لتحقيق النجاح في حياتك مثلاً أهلوا كتير مثلاً من الناجحين في الحياة كانوا لم يدخل المدارس مثال عنا أجاتا كريستي وفقاً لليونسكو وهي أكبر كاتبة طبعة لها حوالي مليارين نسخة من كتبها وهي لم تدخل المدرسة أيضاً شيكسبير الكاتب المشهور أيضاً لم يدخل المدرسة عباس محمود العقاد المؤلف والكاتب المشهور لم يتعدى مرحلة الابتدائية بيل جيتس معروف يملك أشهر شركي بالبرمجيات يقال أنه لم يكمل تعليمه الجامعي لأنه كان عنده قناعة بيل جيتس أنه الإنسان إذا لم يكن هو الأفضل في هذا المجال فعليه أن يترك الدراسة الجامعية فيه بيل جيتس طبعاً حصل على عشرة آلاف براك اختراع مؤسسة تحوي موظفين يفوق عدد كبار شركات دخلها السنوي حصيلة دخل عدة دول مجتمعة طبعاً هو من أسرى الأسرية إذا انتقلنا حتى إلى المجال الدعاة أحمد ديداد يقال أنه لم يكمل الابتدائية ونعلم كم خرج من معهد الدعاة وكم أسلم على يديه لو تابعنا البحث أكثر لو وجدنا محمد ناصر الألماني طبعاً إحصائيات كثيرة تبدي لنا كثير من المشاهير لهن وصلوا إلى الإبداع بدون دخول مدرسة حتى مؤلف كتاب عظماء لم يدخل المدارس هو شاب سعودي عمره وعشرين عاماً اسمه عبدالله جمعة لم يكمل تعليمه الجامعي طب هل يا ترى يريد هؤلاء أن يروجوا الرسالة لنا أن نترك المدارس أن نترك الجامعات ونبحث خارج هذه المدارس التلقينية التي بنظرهم تحصر الفكر والإبداع بالمقابل هناك فريق آخر يؤكد أن الشهادة الجامعية ما زالت جداً مهمة ضرورية للحصول على العمل تزيد فرصتنا في النجاح حتى هي بريستيج اجتماعي وبتعطيك وعي أكثر في الحياة مثلاً رح نأخذ نحن حتى نوضح الفكرة أكثر رح أخذ رأيها الفقر الفريق شو جهات نظرهم والفريق الآخر حتى نبدأ بالفريق الآخر بالنسبة لأصحاب المدرسي اللي بقولوا ليس ضروري أن ندخل المدارس والجامعات حتى نبدع أول فكرة عم يقولوا أن المدارس التقليدية جداً لها تأثيرات سلبية بتحدد الإبداع بقولوا مثلاً الأطفال قبل ما يدخلوا المدرسي 90% عندهم إبداع وقالت بيدخلوا المدارس ما بوصلوا للصفة السادس حتى بتقل نسبة الإبداع عندهم لـ 2% بناء على دراسة روسية حتى عم يقولوا المدارس هي عبارة عن نتاج يعني طلقينة لما يفكر به الآخرون يعني نحن ما موجود بالكتب فقط نحن نأخذه ونحفظه لا يوجد لدينا إبداع أبداً نسبة الإبداع عم يقول الشاعر آرتر قترمان أنه اللي بتعلموا بالبحث الإبداع عندهم 7 أضعاف الناس اللي ما بتعلموا بالطلقين حتى أديسون عم يقول أن الإبداع يحتاج إلى موهبة ويحتاج إلى جهد عم يقول الجهد 99% وغير ممكن ضمن المدارس بالإضافة للجهد والعمل اللي عم يقول لأديسون نحتاج إلى توفيق من الله عز وجل مع ظهور حركة التنوير اللي مثل كبار العلماء والفلاسفة كجان جاك رسو عم يقول أكدوا على أنه ضروري ترك المدارس الطلقينية التقليدية والعودة إلى التعليم القديم الذي يعطي انفتاح للعقل وهو اللي بنى الحضارات اللي نشوفها نحن وازدهرت حتى قالوا التعبير إلون أنه مدرسة كلمة مدرسة تعني بطاقة فشاتيك على صدرك واستجهدوا طبعا بأنه القيم الفعلية لدخل أمريكا المتعلق بالأفكار 360 مليار بالسنة مقابل هو أعلى دخل بالنسبة للأعمال الاقتصادية الأخرى حتى الوظائف تحقق وظائف ثلاث أضعاف الوظائف الاقتصادية الأخرى عم يقول لأصحاب هذا الفكر أن المدارس كثير تزرع أفكار خاطئة عند الطلاب أن أنت لازم تصير طبيب لازم تصير مهندس وكأنه ما ممكن النجاح إلا بهذه الشهادات مع أنه هذه الشهادات هي بتعتمد فقط هي عبارة عن شهادات تحفظ وليس شهادات إبداع وكثير أحيانا يحصلوا فيها عن طريق الواسطة الفهم الخاطئ عم يقولوا هذول أصحاب هذا التفكير لهاء المفهوم النجاح سبب رواج لتزييف الشهادات يعني كثير صار عنا مليارات الدولارات عم يقولوا اندفعت ما بين الدكترة والمسترة وهن ما بيفهموا شيء وما بس أنه المشكلة عند هؤلاء الناس اللي يسعيوا وراء الشهادات أنه بس لبريستيج على العكس هؤلاء اللي أخذوا شهاداتهم بطريقة التزييف وصلوا لمناصب إدارات وهذا طبعا كثير مفهوم خاطئ يعني بالنسبة إلهم بالمقابل الفريق الآخر اللي عم يقول على أهمية الشهادة عم يقول أنه الدول المتقدمة أصبحت الشهادة مقياس للتوظيف ولتولي أي منصب ما ممكن أنك أنت تستلم أي مكان له قيمة بدون الشهادة الجامعين عم يقولوا أصحاب هذا الرأي أنه المدرسي عفوا عم يقولوا أنه المدرسي بالعكس الإنسان عم تعلم فيه تاريخ عم تعلم فيه جغرافيا عم تعلم فيزياء علوم كثيرة فتفتح للإنسان أفقه أكثر من الناس لخارج المدارس حتى عم يقولوا العظماء والمشاهير صحيح في بعضهم لم يدخل المدارس وأبدعوا ولكن هؤلاء عم يقولوا كان لهم بيئة معينة ساعدتهم أنه يطلعوا من فشلهم أما الحقيقة الأساسية أصحاب الشهادات المبدعين هم أكثر بكثير من أصحاب غير الشهادات طبعا عم يقولوا أنه المتعلم فيه المدرسي بتفوق على أكرانه فبصير بحس حاله أنه عضو فاعل بالمجتمع عنده معلومات أكتر من الناس اللي ما دخلوا إلى المدرسي حتى عم يقولوا قديما بالنسبة أنه قديما صحيح أنه فيه ناس نجحت وما كان فيه شهادات فيه كان شيء يسمى شيخ الكار فأي إنسان يمارس هذه المهنة ما ممكن أنه يمارس هذه المهنة إلا بالرجوع وأذن أخذ أذن من شيخ الكار عم يقولوا في القديم كانت الأمور سهلة جدا مثلا مثلا بدي أنا ابني غرفي ممكن إنسان باطنجة عادي ممكن يعمرها أو طابق طابئين أما مع التقدم مع بناء الأبراج مع بناء الطرقات والجسور والأنفاق مستحيل أصبح بحاجمة ليس فقط للشهادات الجامعية الدنيا بل إلى الشهادات العليا فيها وكذلك علم الصيدلي كان قديما العطار يضع بعض الأعشاب من خلال تجارب بسيطة ويبيعها للناس مع كثرة البشر وكثرة الأمراض أصبح لابد من مراكز أبحاث على مستوى عالي وهذه تتطلب دراسات عليا وليست فقط شهادات الجامعية عم يأكد أصحابها الرأي أن الإنسان حتى يحصل على الشهادات الجامعية عنده معناته 16 إلى 18 سنة هو يدرس بين المدرسة ينتقل إلى أجواء الجامعة في الجامعة هيحتك مع دكاترة هيحتك مع زملاء هيحتك مع الناس مع طبقات كثيرة من الناس وهذه طبعا تتطلب منه مهارات تواصل جدا كبيرة فهذه أكيد أفضل من أن يبقى بدون الجامعة طبعا الجامعات العلي الجامعات المهتمة حرصت على تهذيب طلابها اهتمت ليس فقط بالتعليم الجامعي لا إكبار الجامعات عند مناهج للتعليم الطلاب المهارات تواصل لتعليمهم فن الكلام لتعليمهم فن التعامل مع الآخرين فهون كثير ارتقوا البشر بنظرهم بعكس طبعا الجامعات بدون العالم الثالث لم تحقق الأهداف المرجوة منها حتى عم يقوله بالغرب صار أي مهني يعني بالدول الغربية المتقدمة صار عندهم الإنسان بعد أن يتجاوز الأربعة عشر سنة فإذا لم يحب أن يكمل التعليم الجامعي بده يدخل على التعليم المهني صار فيه تعليم أكاديمي ولا بد من الحصول على شهادة لأبسط الأعمال حتى لو بده يعمل مشرف في منزل أو حارس لبناء لا بد أن يحصل على هذه الشهادة التي تخوله بهذا العمل طبعا هذه بالنسبة للمجتمعات المتقدمة كثير أقوله حتى بسوق العمل أصحاب الشهادات الفرص لهم أكثر قبل ما أكمل سأخذ مشاركة من يوسف الشندي حول هذا الموضوع نتابع مع بعض مرحبا أولا نحن بشكل عام كشباب لما نخلص بكالوريا نطلع متحمسين جدا بده نختار تخصصنا الجامعي بده ندرس معرفة أني بده نختار تخصص للأسف لماذا؟ لأنه ما كان فيه توعية من أننا صغار بهذه الأمور عايشين مثلنا مثل هالبشر إيش داكتصير مهندس 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 دكتور دكتور إيه يعني أنا كشخص أنا كشخص أنا حاليا اختصاصي اللي عم بشتغل فيه اللي أبدع فيه مختلف تماما عن الحلم يعني كان نسخة عن المجتمع اللي هي الهندسة أنا كنت أصير مهندس ليش؟ ما بعرف هيك المجتمع كامده فأنا كما استطيع أصير نحن حاليا كشباب خلصنا بكالوريا بدنا نتوجه للجامعات إيش؟ بدنا نختار ليش؟ كيف؟ متى؟ في كثير من الأمور اللي نحتاج جملي عليها قراراتنا قرارات الحياة المصيرية هاي أنا ممكن ضيع أربع سنوات دراسة جامعة أخر شي بكتشف أنه هالتخصص مولي أنا كنت أحبه ما ممكن أكمل باقي حياتي فيه شلون نعرف أنه هالتخصص هو المناسب لقلنا ولا لا؟ لما نلاقي تخصص إحنا ممكن ضل ساعات عم نتعلم بدون أي كلل وملل ممكن أن تخيل حالي خلصت الدراسة بلشت وظيفة جالس أورا المكتب 24 ساعة بشتغل بتخصص هذا بدون أنا أتعب بدون أنا أمل بدون أنا أكل ما بواجه أي إشكالات إذا إجتني سفرة مشاهنة إذا إجتني مثلا طريت أدرس مستوى أعلى بلاقي حالي بتحمس لأطور حالي فيه هذا التخصص طبعا مشكور يوسف معنا على هالمشاركة اللي بتفيد إن شاء الله يستفيدوا منها كل الشباب المقبلين على دخول الجامعة ويكتب لهم النجاح طبعا نحن هون هنتتابع موضوعنا بين الفريقين 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 بقول إنه الشهادة الجامعية ما ضرورية والفريق الثاني بقول الشهادة الجامعية كتير ضرورية طبعا لا أحد من خلاص نحن بدنا حل لا أحد ينكر أهمية الشهادة الجامعية في الحصول على يعني دخل أفضل على وظيفة أفضل حتى كبرى الشركات والمؤسسات بما فيها مايكروسوفت يعني هو نفسه لم يعد يقبل المبرمجين العاديين بل أصبح يطلب شهادات عليا في هذا المجال طبعا حتى مثل ما قلنا أكدت أنه كبرى الجامعات أصبحت تهتم جدا بالتعليم المهارات لطلابها حتى يتميزوا عن يعمل خارج الجامعة بالمقابل بالنسبة للفريق الأول اللي عم يقوله ممكن الإنسان يحقق النجاح بدون الشهادة طبعا ممكن للإنسان أن يحقق النجاح بدون الشهادة الجامعية وليست شرطا دائما طبعا الحل معناها الوسط هو لاحظوا أن الفريقين أكدوا لابد من امتلاك المعرفة المعرفة سواء عن طريق شهادة جامعية أو بدون شهادة جامعية ليس من الممكن أن أنجح في الحياة بدون أن أمتلك هذه المعرفة سواء بشهادة أو غير شهادة فنحن هم واجبنا إذن أن ننواحي الأجيال على أهمية العلم ديننا أول آية في القرآن الكريم كانت اقرأ دعانا على البحث وعلى التعلم طبعا النصيحة هون طبعا هذه مهمة الدول الابتعاد عن أساليب التعليم التلقينية اللي بتحد العقل وبتحد الإبداع وبتكون سبب لخروج كثير من المبدعين والهروب من حيطانها طبعا لمن قدر عليه أن لا يكمل تعليمه لظروف مثل ما قلنا الظروف الحالية للشباب السورة طرته للعمل دائما إذا عندك هدف حدد هدفك وإذا لم يكتب لك دخول جامعة لظروف معينة ابحث عنها خارج حيطان هذه الجامعة فالتعليم الافتراضي أصبح مسموح للجميع وأكيد إذا عندك حلمك لابد أنه يتحقق إذا كنت أنت موهوب كما بالمقابل على الأهل متابعة أولادهم يعني إذا وجدوا عدم رغبي لهم في التعلم ضمن هذه المدارس الكئيبة فننتبه لهم ونشوف أي مجال هم يبدعوا فيه ونوجههم لأن مثل ما قلنا الدول الغربية بعد 14 سنة عملت شيء اسمه تعليم المهني فأكيد يمكن حينجحوا والحياة لازم يكون عننا نوجههم أن الحياة ليست كل طب وصيدة له هندسة فنحن محتاجين لجميع التخصصات ونحن كل يعتم نعرف قديش منبهر وقت نشوف طباخ ماهر أو نشوف عمارة أو زخرفي جدا جميلة ومنسأل بطلع صاحبة ما عمارة ولا شهادة جميلة أو يمكن ما دخل إلى المدرسة طبعا لحاملي الشهادات كمان نصيحة بالظروف الذات للسورية بهذه الظروف إذا لم تتح لك الفرصة في العمل بشهادتك ما في مانع أنك أنت تتعلم شيء آخر غير إطار شهادتك الجامعية وقد حرصت كبرى الدول ومنها الغربية على تعليم أصحاب الشهادات حتى في الدول الغربية أحيانا يصبح لديهم بطالة شهادة معينة فبجهم على أن يتعلموا مهن أخرى مثلا ما المانع للمهندس أن يتعلم النجارة والطبيب يتعلم الحلاقة والصيدة أن يتعلم الطبخ أو الكوي بالنهاية طبعا بنصح أنا كمان أيضا الشباب أنه دائما بأي بلد يعيش فيه يشوف أينه فرع جامعي اللي نسبة البطالة فيه صفر فيبحث ضمن هذه الفروع اللي هي فيها ما فيها بطالة ويقرب ويدروس فيها بالأخير الأخلاق هي التي تزيننا سواء كنا أصحاب شهادات ولا أصحاب مهن نحرص على تهذيب أنفسنا ومثل ما قلنا كبار الجامعات اهتمت بتدريب طلابها على التهذيب وعلى الأخلاق لأنه أساس صناعة الإنسان هذا الإنسان هو الذي يبني الحضارات ومثل ما قلنا بالمثل الفهم فضلوا على العلم إنما الأمم والأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا أنتظر آراءكم ومقترحاتكم على صفحة برنامجنا في محيات على الفيسبوك وأراكم على خير اشتركوا في القناة